وبالتالي السحر خرافة وليس السحر ليس خرافة السحر واقع علم بس واقع تخليلي علم عين بدليل أن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إذن هو شيء يعلم وما أنزل على الملكين ببابلة هاروث جابوه الشياطين من إيه من تعليم الملائكة الله الملائكة يجو أعلمه السحر يقول لك إيه بس قبل ما بيعلمه واحد يقوله إحنا همديه قوة تستطيع أن تسكر بها جنسا أقوى منك وهو الجن ودي ليه عشان إيه للأجنى وهو الإنس يسكر أقوى منه وهو الجن حتى يعلم الناس أن الأشياء لا تأخذوا بطبيعة تكوينها قوانينها إنما إرادة المكون الأعلى الأعلى الجن أخف مني أذق ينفذ من الجدار يراني ولا أراه إنما ربنا عدي للأدنى منه وهو الإنسان حاجة يسيطر بها عليها يبقى إذا طلافت القدرة عشان ما نفهاش إنها بالعنصر لا ده بالإرادة فيعلم الناس السحر اللي هو التخيلات دي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتنة ليه؟ لأنك لأنك حين ستتعلم السحر أخذت قوة ترفع فرصتك عن فرصتك من بني جنسك فده يضريك عن إيه؟ وإنت من تشتعلم بقى نفسك عند الطبيان إيه؟ قد تقول ألا أنا أتعلمه علشان ما أقولك أنت بتقولها دلوقتي إنما عند الأداء يمكن ما تبقاش كده فالأحسن الأحسن إيه؟ بلاش فيبقى إذن بس لا إيه؟ تخيل وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ولذلك إحنا تيب تعرض علينا كالكل يوم يمكن أكثر من مسألة في هذه المسألة اللي مكتوب له واللي معمول له عمل واللي مش عارف إيه واللي عمل إيه فهدانا الله أخيرا إلى دعاء استنبطناه من قراءاتنا في القرآن وطبعناه كلا شيء وهو الحمد لله ما قراءه إنسان إلا وأبعاد الله عنه ليه؟ لأن الناس اللي بيلجأوا إلى اللي بتوع السحر والعملية دي قد يفلحون في أن يفكوا عنهم الأعمال إنما يستعبدوهم ومحدش عملهم ما يعملوا عشان يقولهم ولا أدل على أن دي تخيينات كلها من أن من لم يعلم السحر هو الذي يرزق من يعلم السحر عشت منه هو فلو كان فالح كان يفلح في إيه؟ كان يفلح في إيه؟ في روحه وبعد ذلك يقول الله إياكم أن تأخذوا قانونا يرفعوا فرصتكم عن فرصة إخوانكم كل واحد يقب قانونه عشان ما تضغاش واعلم أنك لو أخذت فرصة جن وتقول أستخدمه في كذا إياك أن تفهم إن لا يزول عندك حاجة بل يزيدك تعبا وإرهاقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاتوهم رهقا ولذلك تجد المشتغلين بهذه المثالة سمتهم كدغ شكلهم منفر أغلبهم بآفات أولادهم لا يمكن أن يكونوا سلام التكوين لأنه أخذ فرصة هي فرصة التأوير فقالت الشيخ الشعراوي بترداد من إسمع الدعاء الذي ذكرت أنك وضعته مطبوع معمول بك لا شيء اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله من دخل عليها ويلعن هؤلاء ولا يذهب إليهم ولا يتفت إليهم لا يبد أن ربنا يبعدهم عنه ولا يخلهم شيء يعملهم يجد فيهم